موسيقى 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 رجل أو بنت عمتن يعني يحط معلمات مزيفة أو مش حقيقية توقفيك يعني ولو كانت بنت هيبقى الموضوع خطر جداً علينا خصوصاً لو هي مثلاً هي مثلاً بتوعية شخص وراحت مثلاً عشان تقابله هو طبعاً مثلاً كون شخص مثلاً مش كويس أو مش تمام يعني راح عمل فيها حاجة قتلها عمل فيها الكرسة طبعاً خصوصاً حالات القتل كترة الكثير من الفترة اللي فاتت وإحنا بنا نخايفين عن نفسنا تطبيقات دي أنا عن نفسي أنا محباش بيبقى المعاملة كزميل مشكلة أنا أخش أكلم بنت وعويدها بحاجة لأن لو الوعد هيبقى كده فالبالة كلها ببوص بوصي أنا بصراحة مجربتهاش قبل كده بس هيبقى ليها أدفنتجز وديس أدفنتجز كده كده أدفنتجز ممكن تخليها شوف حد هو مثلاً بعيد عني أو فيه سوشي يعني فيه ديستنس ما بيننا أو بتاع بس في نفس الوقت ممكن يبقى ليها ديستنسجز إن أنا برضو مش عارف البرسناليتي قوي بتاعت الشخص ده أو كده بقى محتاج أشوفه أقعد معاه بس فهيبقى ليها مزايا وبردو في نفس الوقت ليها عيوب ممكن يكون الملجأ الأخير مثلاً لو موضوع العلاقات الموجودة مثلاً مع الكلية أو مع الشغل أصحاب الشركة أو كده يعني لو هو مش موفقة أو في الحتة دي ممكن تجرب حاجة زي دي بس ما تكونش حاجة زي معتمدة عليها كلية لأنها حاجة مش أمان ما فيهاش أي ضمانات ولا أي يعني مش حاجة مش مجربة يعني كده 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 يعني لأن أنا شايف إنه بسرعة لو إنت عايز تتعرف على حد هو أنسب حاجة اللي هو أنت تعرفها لي فاس تو فاس إنت تشوفه لأنه ممكن يكون بيفيك مثلاً لو على أبليكيشن أو أي ويب سايت ممكن يكون هو بيفيك فتبقى مشاعره مزيفة هيبقى ممكن يكون بيضحك عليك ممكن يستغلك حاجات تانية فهماني هو أنا ما جربتهاش بس لا يعني مش شايفها حاجة أمان بصراحة حسن لهو ممكن يبقى حد يعني أي الحاجات تتغلط عنه ممكن يطلع أصلاً ما فيك أكاونت ف يعني لأ فيها طبعاً ريسك ومش أمان مش حاجة حلول هو ممكن أجربها عادي لأن هي بتخليني ممكن أتعرف على الناس جديدة أو أعرف الناس جديدة زي ما حاجة تاني ممكن يكون برضو بيدور على شخص تاني بمصافات معينة فأن أنا ممكن أتعرف عليه هو يتعرف علي ونفهم بعض أكتر يعني دي بتخليها نقرب من بعض أكتر أهلاً بحضراتكم من جديد تطبيقات التعارف واللي اتعملت علشان الناس تتعرف على بعض علشان ممكن بعد كده يتجوزوا إيه اللي بيحصل على هذه التطبيقات اللي حقيقة تقريباً دلاتي عندنا 2500 تطبيق حوالي العالم فيما يعرف بيه الديتينج أبس واللي يمكن كمان اتعامل عليها أفلام وجفناها على إحدى المنصات وعلى مدى خطورة استخدام هذه التطبيقات وزي ممكن الموضوع يتحول من إنك داخل تتعرف على حد لتشويه سمعة لعمليات نصب كبيرة جداً بتحدث على الفتيات وده الحقيقة بيحصل برا مصر وكمان جوة مصر استخدام هذه التطبيقات ومحاذير استخدام هذه التطبيقات هنتكلم مع حضراتكم والبعد النفسي كمان ليه الواحد يروح يختار إنه يتكلم مع حد ما يعرفوش بيقدم له صورة افتراضية عن نفسه يجوز بنسبة كبيرة تكون غير حقيقية للناس ممكن تختار هذا الأمر هل ناس ما بقاش عندها وقتر الدرجات يتقابل ناس يعني في الواقع الحقيقي مش في الواقع الافتراضي علشان يتم التعارف بعد كده ويحصل ارتباط هنتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل دلوقتي مع دفتنا اللي منورانا في الستوديو دكتور راشا الجندي أستاذ علم النفس أهلا بحضراتك يا أكتر أهلا وسهلا بحضراتك أهلا بحضراتك طيب كمان هيكون معانا عبر زوم مدقلة مع الكاتبة الصحفية صورة سيف الدين ودي كتبت كتاب عن تندر اسمه كتاب تندر في بيت الجدة ثورية والحقيقة ده تحقيق يعني استقصائي داخل هذا التطبيق وهتحكي لنا كتير عن اللي شفيته من خلال يعني معايشتها مع هذا التطبيق هنكلم مع حضراتكم بالتفصيل في هذه الفقرة عن تطبيقات التعارف وما يحدث داخل تطبيقات التعارف هبدأ مع حضراتك يا دكتور ويمكن ده السؤال اللي بالنسبة لي أهم ليه الإنسان يلجأ لأنه هو يروح يكلم حد ما يعرفوش وده بقى إنا بنشوفه كتير وممكن الناس بيوتها تتخرب بسبب حاجة زي دي هقول لحضراتك الرد على ده بس هوضح حاجة بس مهمة قوي إن تطبيقات التعارف دي تعاملت المفروضة عشان الناس تتعرف على بعض الناس بقى بتتعرف على بعض دي ليها أهداف إما هدف أخلاقي أو هدف مش أخلاقي لما بنيجي نشوف الرؤية النفسية كده ونيجي نحلل بنشوف إن اللي عندهم الأهداف الغير أخلاقية أكتر بكتير من اللي عندهم الأهداف الأخلاقية وبالتالي سمعة التطبيقات دي بقت مش حلوة يعني دي بس عشان الناس تكون عارفة آه حتى لو هي معمولة الهدف حلو فعدد المستخدمين اللي بيستخدموها الأهداف مش حلوة كتير فسمعتها مش حلوة وطبعا الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريع بس ده في بهاية دكتور ده الترابسلوكي يعني أنا لما أستخدم تطبيق مفروض أنا باستخدمه للتعارف زي ما حضرتك بتقولي ده كان الهدف منه لكن ابتدى يتم استخدامه بشكل سيء ابتدى يتم استخدامه في عمليات نصب واحتيال وشفنا ده تطبيقات كتير بس النسبة الأغلب من الستات أو البنات بيستخدموه للنقص العطفي النسبة الأغلب إن هي فعلا عايزة تتعرف على حد وفعلا بيتهالا إن هي تتجوز لحد ده وفي حالات حصلت كده بس دي يعني لو شفتي نسبتها بجانب الحالات التانية لا تسكر يعني اللي هو إيه واحد كده في المليون دي حاجة كواحد في المليون اللي بقيته كان كويس لقيت بقى إن الموضوع ماشي وإن الاتنين داخلين بنية صدقة واتقابلوا مع بعض يعني ممكن حد بيدخل قاب بنية صدقة بس كتير قوي قدامه ما عندهوش نازل بيدخل بنية غير صدقة الرجالة بقى الاحتياجة العطيفي ده دكتور ممكن يسوقها المصير صعب جدا بنشوفه حتى بدري يعني إنه يتعامل فيلم عن تطبيق زي ده موجود تقريبا بقيله عشر سنين حاجة كده بنقول بالشكل ده لأنها نقطة من نقاط الضعف اللي سهل اللي قدامي يستخدمها كل ما اللي قدامك كانت نييته مش كويسة بيدولك على نقطة ضعف يدخلك منها إنتي مثلا عايزة فلوس ولا إنتي عايزة حب ولا إنتي عايزة إيه لو هو نييته مش حلوة هيقدر بسهولة جدا يستغل نقطة الضعف دي ويوصل بقى لأهدافه الرجالة بقى العكس الأغلبية من الرجالة في التطبيقات دي بتبقى دخلة بنية مش أخلاقية إما ترفيه يلا بننتسل لدينا بنشوف والصغيرين والكبار يعني أو الهدف إقامة علاقة جنسية مش زي الستات أو البنات ما بتدخل وكمان مش بس كده يعني في رجالة برضو بيصيبهم الضرر ليه لأن بيتعرضوا لاستغلال المادي من البنات بقى العكس بقى اللي داخلين بنية مش أخلاقية يعني وارد جدا أن الرجل يبدأ داخل بنية كويسة بس يقع في طريقه كتير جدا اللي عادي بقى يستغلوه مديا والحاجات دي نسبة الفراغ كبيرة برضو اللي بيستخدموا الحاجات دي نسبة الهوس بالخارج يعني التطبيقات دي بره ممكن تنفع فيها حالات أكتر لأنه هي مش هعجبها الواقع اللي بتعيشه فهي حطة في دماغها أن أنا داخل أعمل علاقة افتراضية إيه يعني سقف اللي هيحصل لما جرب هذه العلاقة الافتراضية ما هو بقى لما جرب من غير ما أنا عندي الوعي بالمخاطر بيسبب كارثة بعدين خليني يسمحي ليقول له حقيقة دراستين بشكل سريع أنا جبتهم يعني شو في الدراستين دولت عملوا بره دراستة في الهند ودراستة في أسباني يعني في الهند اتعملت سنة عشرين عشرين يعني نقول من سنتين على التندر على تطبيق التندر قلنا كورونا بقى فالناس قاعدة في البيت آي وفكات بقى الفرصة متاحة قوي كانوا عايزين يعرفوا مين أكتر اللي بيستخدموا الرجالة ولا الستات وإيه الدوافع نقطة اللي حضرتك بيسألي عنه ليدوروا على إيه في هذه التطبيقات سواء الشباب سواء الفتاة اكتشفوا بقى أن الأغلبية رجالة الدراستة دي بالتحديد اكتشفت أن الأغلبية رجالة وإن الهدف الترفيهي اللي هو داخل يلا نسلي نسلي نفسنا يعني وإن الأكتر حاجة بتلفت الانتباه جوه المظهر يعني بحد غني وحط تصوره وهو ركب مش عارف عربية إيه وبيلبس إيه وبيعمل إيه دي الحاجة اللي بتخلي البنات ساعتها تقبلوا لايك عشان يحصل يتفتح لهم اللايك لو حيك شفت الفيلم الجروم بابود على أحد المنصات الخاص بأحد التطبيقات هو كان دي عدة الناصب بتاعته الطائرة الخاصة وغيره بالزبط وده ما كانتش لأي علاقة بالواقع وفلسانجي بناله بيت طمعانجي يعني ممكن هي أساسا نيتها دخلت يعني بهدف مش هدف أخلاقي زي ما قلنا وهو أساسا مبهر ليها بالحتة دي وفي الآخر لا دا عنده ولا دا عنده طب الدراسة الثانية بقت عمل التخيالي على 1261 طالب وطالبة وبنت وولد في الجامعة سن من 18 ل 26 فين بقى في أسبانيا تخيالي حضرتك أنا بكلمك عن بره اللي المفروض أساسا العلاقة يعني طريقة تربيتهم وطريقة مبادئهم وممفتحة ومختلفة عننا خاطر فتخيالي أنه بيلاقوا مخاطر يا بالك بقى في عندنا أو في البلدان العربية فقالك أكتر ثلاث دوافع تضيعوات الجنس الفضول مفهمش أي دفع إيه اللي الناس بيتهيق لها ممكن تدخل عشانه فإذا أنا أصاد ناقص عطفي فراغ احتياجات جنسية مش محطوطة في إطار أخلاقي حاجة سهلة وبلايش مش جواز دي يعني هو مش داخل يدور على الجواز في الأفريكيش حاجة سهلة وبلايش يعني ما هو لما بيتعرف بالسهولة دي ولما يعني الموضوع بيمشي بالسهولة دي وبيقدر ياخد معاده ويقابله ما هو حاجة سهلة وبلاي ما هو مش بهم كلا يعني هقولك المنافذ صغيرين بيقولوا إن يكون عامل أكتر من الكون بيقولك ده شبه الخطبة بتاعت زمان بس الفرق بقى إن الخطبة كانت في إطار عائلي بالزبط ده بقى نقول الفرق يعني آمن تماما يعني يعني ده ش أشبه بزواج الصلونات هم بيقولوا كده بس شوف الفرق الخطبة بتاعت الزمان أو زواج الصلونات إنت بتبقى عارف مين الشخص مين عيلته وعارف إن ده شخص حقيقي عارف أدق المعلومات عنه وبتسأل عنه يعني أنا فاكرا لما بيعودوا مثلا لحد دلوقتي لما حد بيتقدم الحد نكمل الكلام مع حضرتك يا داقتل ولكن ننتقل يعني يا أستاذة سارة عايزة أعرف منك تجربتك والتحقيق الاستقصائي اللي عملتيه فيما يخص التطبيقات التعارف وجدت إيه اللي انت شفتينه من خلال هذا التحقيق أهلا بيك يا أستاذ هدير وأهلا بالدكتورة ومصوصا إن الموضوع ده ببدأ يتفتح بشكل أوسع شوية من فترات قبل كده الحقيقة إن الموضوع بالنسبة لي ما كانش يعني ما كانش هو تحقيق استقصائي قد ما هي كانت بداية تحقيق أنا تطلب مني عندي في شغلي إن أنا أعمل مقارنات ما بين وما بين البرامج الخطبة ذي محلوك بتقوله كده بقى ليه البرامج اللي قايمة على الجواز فتقالت أمتيك ونشف مقارنة ما بين البرامج اللي تخشي من نفسك تعومي في العالم دوت وتقابليه وتكلميه وبين العالم الثاني اللي بثيه في بياناتك وتفاصيلك وتخرجي وانتي وحافظك بقى مين هيبعث لك ومين هيقولك إنه عايز تشوفك وكل حد عايز يعلن عن الحاجة اللي نفسه فيها هيعمل ده بوضوح جدا فمجرد ما بتفتح الكلام على الطرف الآخر انت حاطت بيانات عن نفسك بسيطة فالطرف الثاني بيقولك والله أنا داخل هنا وعلى فكرة بيكونوا مستوىات اجتماعية الأغلب عالية وده فعلا برضو جزء من الدكتورة كانوا بتقولوا في الأبحاث التي تعملت كده أو بيدعوا ده فبيبقى الحكاية كلها إننا داخل عشان واحد كين ثلاثة إيه الأخبار بتي موافقة كده يعني لو هو تطبيق للتعارف الجاد ولا هو تطبيق يعني يموت لمسألة الزواج بصلة من خلال معايشاتك داخل هذا التطبيق بالضبط وفيه بتقال أنا متجوز ودخل السلة وبتقال كده فعلا وفيه وعمليات النصب كمان يسارة يعني كتير جدا من عمليات النصب تمت سواء بالنسبة لرجال أو فتيات من خلال هذه التطبيقات عمليات النصب هنا كانت بتحصل للأسف للأسف من يعني البنت هنا تنصب على الولد وعن طريق كروت الشحن بالمنطقة الوضوح يعني الراجل هنا معندوش مشكلة ما هو يتكلم ويهضر ويدحك بس للأسف في بنات يقول لك طيب والله لو عايز تكلمني بالطريقة دي طيب ابعتلي كارت شحن بمية ابعتلي كارت شحن بأي رقم هي عيدية وكل لأنها هتطلب أكتر هي كمان هتطرر تعلي الطريق بضحة أكتر فالنصب هنا بيحصل أكتر من الناحية البنات لكن الولد هو مش فاري مع حاجه هو جاي يضحك ويهضر اللي هو الوان بيت او الوان من شو اللي هو الوان نايت شو ان أنا جاي ليلة أبسط أرغي أتكلم وأخرج مش عايز أكتر من كده إطلاطه طيب أستاذة سارة إزاي البنات بتواف أنها تدي معلومات عنها بالشكل ده وهي شايف أنه حيتم استغلالها ضدها وممكن لقدر الله بقى بيحصل بلاوي يعني من هذه التطبيقات لا الحقيقة هما هما كحاجة تكنولوجي هما أشتر من كده هما بيحاول يغروكي بالمساحة الأمنة دي وبيغروكي بيها بمعنى ممكن ما بتقوليش أي حاجة عن نفسك إلا اللي أنت عايز تقوليها يعني أريد تقولي سنك تشتغلي فين لو أنت عايز تقولي كده وبعدين البوكس اللي بتفتح للشات بمجرد ما بتقولي أن أنت مش عايزة تتكلمي معا تاني البوكس بيختفي بكل الكلام اللي فيه بقى إلا لو أنت تكلمتي بطريقة خارجة مثلا فهو عمالك الثرين شوت فجيه بعد كده بتفضيك بالكلام ذات لكن في كل الأحوال محدش بيطلب معلومه عن نفسه إلا اللي عايز يقولها يعني أنا عايز أقول ما كان شغلي بهاقول ما كان شغلي عايز أقول أنا بشتغل إيه أصلا فدي حاجة ترجعلي أنا فما ترقدش أن في حد بيقول بعلمات عنه حد أعرض عليك ياخد نمريتك ميكمل الشات على أي يعني تاني طبعا طبعا لأن أنت أمراحل أنت بتعملي الكلام ده مدد يومين ثلاثة فهو بعد كده الطرف الثاني هيبقى ذهقان ما أنا عايز أشوفك عايز أتكلم معكي بتليفون فاللي هو هوا وبعدين طبعا أنت عايز أتكلم واساب عايز أتكلم انستبرام وشوف صورك أكتر وكلام ده هي فكرة كلها أن البحر عويم يعني اللي هو هو كل واحد برا فاكر أن الموضوع أنا كل حاجة لحتى السيطرة أنا محاجة أخبر مني حاجة مش عايدة أقولها أو مش عايدة أعملها أو أنا عارف وسيطرة على نفسي فالموضوع مش كده وموضوع نديها أنا داخلني عشان حسب الرواية لأنني عملت الموضوع رواية يعني أنا دخلت بعد كده قررت أن أخلي تجرب البنت جوه هنا كأنها رواية بنت عندها 35 سنة فعلا متعطشة لوجود طرف تحبه وتهتم بيه ويهتم بيها الحسياج العاطفي بالضبط الحسياج العاطفي بحث زي ما دكتور رشا كانت بتتكلم مسألة الحسياج العاطفي دكتور عايزة تسألي سراعا حاجة لا أنا كنت بس عايزة أقول في النقطة بتاعت إن مفيش بنات بتدي معلوماتها وكده هما بيدوها لو تعرضوا نقطة الضعف من قلة الخبرة هي مش بتديها عشان هي عايز تديها لا هي بتتعلق بيه فعلا يعني فيه بنات فعلا بتتعلق بيه وبتصدقوا بتبدأ تديله معلومات وحاجات وكل حاجة عنها يعني لو هو عايز يعمل أي حاجة يعمل ففيه نوعية من البنات موجودة بتعمل ده فعلا أنا كمان عايزة أسألك يا سارو عن الأعمار هل عندك أي يعني إحصائية لأعمار الناس اللي بتستخدم التطبيقات دي سواء من الشباب أو من البنات لأنه الحقيقة اللي يخاف على المراهقين والمراهقات والمراهقات إنهم يدخلوا في هذه التطبيقات لا هو اللي كان ملاحظ أنا جربت الابليكيشن ده هو كانتندر فعلا نفس الابليكيشن دكتورة بتتكلم عنه أنا جربته حوالي شهرين أغلب الأعمار كانت فوق التلاتين بالعكس مكانش أقل من كده يعني حتى الرجالة الرجالة بقى كمان تتة وتلاتين تمانية وتلاتين وأغلبهم زي ما قلت كده بيكونهم متجوزين أصلا والبنات اللي أنا لما كنت بسأل بقى الرجالة إن أنا فيه أوقات كنت بطر أقول للراجل اللي بكلمه إن أنا بعمل استطلاع رأي إن أنا بتكلم عايزة عارفة عامات أكتر كان فيه ناس بيتجاوجوا بيحكوا لي حاجات فأغلب البنات برضه بعد سن الخمسة وتلاتين اللي هي برقت دايرتها تقل من تواصل الطبيعي في الحياة سواء شغل مش بيتيح لها ده سواء داير عمالة اجتماعين بسئل حواليها فمضطرة بقى أنها هتدول في عوالم تانية دي نقطة مهمة جدا يا سارة دي نقطة مهمة عايزة روح بيها لدكتور بص يا دكتور ما سألت إنه ده بيحصل ده بيحصل في الغرب وده كان أعتقد أصل فكرة الديتنج أبس إنه الناس ما عندهاش وقت من كتر ما هي بتشتغل ما عندهاش وقت تتقابل الحب ما عندهاش وقت يعني تاخد احتياجها العاطفي ده فبيدوروا عليه في الأبليكيشنز دي النهارده وإحنا بنتكلم في مجتمعنا العربي اللي بتأكيد المهزلة اللي بتحصل في الديتنج أبس دي ما تناسبناش طيب اللي بتدخل على هذه التطبيقات وأنا يمكن أعدت كده أمر في جروبات الستات وأسألهم على موضوع الديتنج أبس طبعا ما بين حالات كتير جدا شفت حالة زواج واحدة وليه علاقة بأبليكيشنز مسلمة أصلا ليه علاقة بالزواج الإسلامي ومثل هكذا يعني تطبيقات من تطبيقات التعارف اللي داك لو عارفة أن الموضوع جوه مهزلة إزاي تتعلق بحد جوه إزاي تصدق مهما كان فيه احتياج عاطفي لا الاحتياج العاطفي بيوصل لكده لو البني آدم ما عندوش وعي ولو ما خدش قرار أنه هو مش هيئزي نفسه يعني فيه ناس كتيرة لما بيكون عندك نقطة ضعف بتكون دي الطريقة اللي انت بتئزي بيها نفسك وانت مش عارفة على فكرة حضرتك أنت بتسألي عن نوعية الناس أغلب الستات اللي موجودة فيه نسبة كبيرة منهم مطلقات على التندر بالتحديد حتى الأستاذ صارة قالت لك أن قالت لحضرتك أن فيه النجوة 30 فيما فوق والسن الرجالة برضو كبير ومتجوزين يعني الراجل المتجوز وداخل يعمل ديتنج وتعارفه كده فلا الاحتياج العاطفي والفراغ والمسئولية الزيادة اللي بتتحملها المرأة ومش عارفة الطرق الصحية اللي هي تروح تفك عن نفسها أو كده تروح للمتاح لأن دسعة وفي البيت مش هيتطرم أنها تلبس ولا تنزل ولا تسيب العيال والحاجات دي كلها فهتقدر تعمل كل اللي هي عايزة وهي قاعدة في مكانها نعمة بقاش سهلة ومستخدمة ديتنج أبس بيزيدوا يوم بعد يوم أنت نرى تقولي إيه سواء للشباب أو الفتيات اللي بيستخدموا ديتنج أبس أنا بس عايزة أقول أنه هو خطر جدا عن نفسية لأنه ممكن يفقدك الثقة في نفسك لأنه معتمد على المظاهر أن أنت تحط صور لك فأنت ممكن داخل فاكر أو أنت فاكرة أنت حلوة قوي وأن أنت هتعجبي والراجل داخل نفس الحكاية حتى لو معاه أو عنده أو كده وبعدين يتفاجئ بالرفض مثلا أو يتفاجئ أنه محدش عمله لايك أو يتفاجئ أنه اللي عمله كده عمله كمصلحة عشان يوصل لحاجة ما وصلش الحقيقة فده بيفقده الثقة في نفسه ممكن يعمله إنعزال وكمان يعني أخاف عليهم من الصدمة وخصوصا الناس اللي صدقة يعني أنت لو داخل بنية زي ما قلنا كده أن الواحد داخل بنية أنا مش داخل أستغل لحده ومش داخل أعمل حاجة وحشة أنا داخل أتجاوز ما هو مش ده المكان المناسب لده فإنت لو ما لقيتش بقى الحقيقة دي أو تعرفت على حده وعجبك وتعلقت بيه وبعدين جيت شفته على الحقيقة أو تعاملت معايا لقيت شخصيته غير الواقع فأنت ضيعت وقت كتير جدا قبلها أو حدته خالص فأنت ضيعت وقت كتير قبلها كان ممكن في الحياة الواقعية لأننا دايما نقول يا جماعة جواز رزق ولا حيلة في الرزق يعني أنت تقابل حد كويس وتتجاوزه أو يتجاوزك ده بيجي من الاجتماعيات أنت أنت بتروحي شغلة أنت بتروحي شغلة أنت بتسافر أنت بتجيلك في أدفه الأسباب ممكن اتنين بالصدفة شافوا بعض اكتشافوا أنهم مجرام مش محتاج أن أنت تضيع المجود ده كله وتحط نفسك في رزق غير أمني يعني أنا بخاف دايما نقول إيه يا جماعة عواقبه النفسية والاجتماعية مؤزية جدا 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 البني قدم لازم يبقى عنده حس أمني على نفسه أنت تضماني من إن ده ما يطلع أنه يطلع شخص مش سوي عنده عقدة من الستان وفيه تحذيرات علامية وفيه تحذيرات علامية وفيه نفس المصر من الستان ها هيعمل مثلا طب أنت هتعرفي من ده ده هتعرفيه لو أن شخص بتشوفيه وأجمل حاجة في الدنيا فعلم النفس دايما نقول أحلى حاجة لما بتحصل تكة الإعجاب ده طبعا مش بنتكلم عن الحب حتة الإعجاب أو القبول أو التعارف أن يحصل بالصدفة مش كل واحد فيهم قاعد مستعد أنه داخل التطبيق ده فرسم صورة مثالية في كل الجوانب قدام اللي هيشوف صوره أو هيشوف حيات لأ أنت لما بتعرفه على طبيعته الأول من غير ما هو ياخد باله بيبقى أفضل بكتير جدا بعد كده أنه هو يكمل معاك يعني وأنا بشك إن ده معمول أكتر لبرة لإقامة العلاقات الجنسية اللي ما تناسبش مجتمعنا هم عادي عندهم عادي بالنسبة لهم أن أنت معجب بحد شكلا ويعني أسوبنا في الحياة المختلفة وده لا ينسبنا صحيح فأنا أكتر حاجة أقولها لهم يعني يا جماعة لو حد فيك وشايف نفسه صادق ومضطر خلاص وكل كل كلامنا ده يعني مش فارق وعنده حب استطلاع رهيب جدا ادخل بس خد بالك من المخاطر اللي حلوناها اللي ممكن تتعرض لها عشان دي الحاجات دي بتبقى بنقول إيه تدربة فيها بفورة يعني السمعة دي أهم حاجة عشان كده احنا نتكلم عن كل المخاطر اللي يعني مليانة داخل تطبيقات تعارف يعني شكرك شكرا جزيلا دكتور راشد ديندي شكرا لحضرتك أستاذ علم النفس وكمان باشكر الكاتبة الصحفية سارة سيف الدين صاحبة كتاب تندر في بيت الحاجة ترية شكرا جزيلا على وجودكم معنا وإن شاء الله يعني ليلة عيد الميلاد المجيد ليلة كلها حب وسلام ومحبة كل سنة وكل مصر فرحانة وبخير أشوفكم دايما على ألف خير اشتركوا في القناة